بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حياكم الله أبناء الطلاب وبنات الطالبات في درس جديد من دروس القرآن الكريم ومعنا وياكم في هذه الجلسة المباركة آيات من سورة آل عمران وهي من الآية الثامنة والسبعين إلى الآية الحادية والتسعين وقبل أن نشرع في تلاوة الآيات والتعرف على بعض الأحكام الوالدة فيها نقف مع بعض أهداف درسنا التي نرجو الله بمنه وكرمه أن يعيننا وإياكم على تحقيقها ومن هذه الأهداف أولا طلب الأجل من الله تبارك وتعالى فمما ينبغي لقارئ القرآن أن يستحضره ويستشعره أثناء تلاوته لكلام الله سبحانه وتعالى تلكم الأجور العظيمة التي رتبها رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه لقارئ القرآن فقد قال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف ومن الأهداف أيضا تلاوة الآيات تلاوة صحيحة فمما ينبغي لقارئ القرآن أن يبدل فيه جهده وأن يسعى إلى تعلمه والحرص عليه وأن يتعلم الكيفية الصحيحة لنطقي كلام الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم ومن الأهداف أيضا تطبيق أحكام التجويد أثناء التلاوة وذلك لأن تطبيق أحكام التجويد أثناء التلاوة مما يعطي القراءة رونقا وجمالا وحسنا وبهاء فلا ينبغي لقارئ القرآن أن يخل به ومن الأهداف أيضا التدبر والخشوع لما يتلى من كلام الله سبحانه وتعالى لقول الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ننتقل الآن إلى آداب التلاوة وهناك آداب يشرع لقارئ القرآن أن يتأدب بها ومن هذه الآداب أولا الطهارة تحسين الصوت بكلام الله عز وجل وتزيينه به لقول النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم ومن الأداب أيضا الاستعاذة عند بدء التلاوة فيشرع لمن أراد أن يقرأ كلام الله أن يبتدأ قراءته مستعيذا بربه ملتجئا معتصما به قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الأداب أيضا البسملة في بداية كل سورة ما عدا سورة براءه فإنه لم يرد في أولها بسملة فيكتفي القارئ لها بالاستعاذة ثم يشرع في أول آية منها ولان ننتقل لاستماع هذه الآيات من فضيلة الشيخ محمد أيوب رحمه الله تعالى وغفر له فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن منهم لفريق يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين وبعد أن استمعنا لتلاوة الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة نقفوا وإياكم مع بعض الأحكام الواردة في هذه الآيات ومن الأحكام الواردة في هذه الآيات قول الله عز وجل وإن منهم ما الحكم الوارد هنا تفضل أحسنت عندنا هنا النون المشددة والتعطى غنة بمقدار أحسنت بمقدار حركتين وإن منهم من يعيد قراءتها تفضل أحسنت ومن الأحكام الواردة في الآيات قول الله عز وجل وإن منهم لفريقا وإن منهم لفريقا ما الحكم في قول الله عز وجل منهم لفريقا تفضل أحسنت إذن حكم عندنا هنا إظهار وذلك لأن المنم الساكنة بعدها حرف اللام واللام من حروف الإظهار واللام من حروف الإظهار كذلك من الأحكام الواردة في الآيات قول الله عز وجل لفريقا يلوون ألسنتهم ما الحكم هنا تفضل لفريقا يلوون ألسنتهم تفضل أحسنت إذن الحكم عندنا هنا إدغام بغنة لماذا جميل لأن التنوينة بعدها وحرف الياء والياء من حروف الإدغام بغنة فتكون قراءة هذه الأحكام متتابعة وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب من يعيد قراءة هذه الآية أحسنت طيب الآن أريد أن نقرأ الآيات وأن ترددوا معي أحسن الله إليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي لتؤمنوا النبي ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين بارك الله فيكم وشكر لكم وفي الختام يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد